سجل الناخبين مكسب لكل الليبيين شعار رفعت المفاوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستقطاب المواطنين من أجل الإدلاع بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية القادمة أزمات متراكمة دفعت الشعب الليبي للتمسك بأي بريق أمل قد يغير من أوضاعهم الراهنة ما دفعهم للتوجه بأعداد متزايدة إلى مراكز الاقتراع وتحديث بياناتهم استعدادا للتصويت في الانتخابات القادمة نسبة المسجلين تفاوتت منذ فتح باب التسجيل في السادس من ديسمبر الماضي حتى أوائل الشهر الجاري وفق إحصاءات رسمية لمفاوضية الانتخابات الإحصاءات تشير إلى فتور في الأسبوع الأول من فتح باب التسجيل إذ لم يتجاوز أداد المواطنين المسجلين نحو 5200 ناخب وفي ظل التوعية المتواصلة من المفاوضية الانتخابية شهدت الفترة ما بين الثالث عشر حتى التاسع عشر من ديسمبر تزاحما على المراكز الانتخابية مقارنة بالأسبوع قبله ليوثق السجل نحو 20 ألف ناخب أي ما يزيد عن ضعف المسجلين قلال الأسابيع الأولى زحف المواطن الليبي متواصل نحو التسجيل بحسب المفاوضية الوطنية للانتخابات إذ رصدت الفترة الواقعة بين العشرين من ديسمبر الماضي حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه أعدادا مقاربة للأسبوع الذي قبله بنحو 21 ألف ناخب أما الفترة الواقعة ما بين الثامن والعشرين من ديسمبر حتى الثالث من يناير فشهدت أكثر من ثلاثة وعشرين ألف مسجل أربعمائة ألف ناخب حصيلة المسجلين الجدد في سجل المفاوضية الوطنية للانتخابات بعد فتح باب التسجيل يضافون إلى إجمالي الناخبين البالغ أددهم قرابة مليون وثمانمائة ألف مواطن الارتفاع المستمر في أداد المواطنين المقبلين على الانتخابات يعكس إلى حد ما دور الاستحقاق القادم لدى المواطنين في رسم واقع جديد للبلاد يرونه سبيلا لا ضرر من طرق بابه بعدما أقفلت في وجوههم الأبواب كلها اشتركوا في القناة